طبعاً هناك كثير من الكلام هيتقال الآن ولكن خلينا نستعرض مع بعض سريعاً التدعيات طبعاً كلنا عارفين وكلكم طبعاً شاهدتم فيديوهات كثيرة جداً للإنفلات الأخلاقي اللي حصل واللي أنا وغيري حذرنا منه مؤكد قبل المباراة ويمكن أنا لو تتذكروا يوم قبل المباراة ليلة المباراة قبلها بيوم يعني كنت قلت نرجو إذا الأهلي أو الزمالك أيهما بيكسب لكن في كل حوال اتنين بيطلعوا المنصة فأنا قلت لما يجي الكهرباء يطلع عايزين يبقى المنظر اللطيف لأنه ممكن لو رئيس النادي موجود مش هسلم عليه أو يضي له ظهر أو ربما يأتي بفعل آخر لعلم عند الله وقلنا عايزين يبقى فيه مظهر محتمى يعني شاورت بشكل أو بآخر الحالة لما أكون أتخيل أو أتصور مشهد الملعب عشان أكون صريح جداً يعني كل ما جاء في مخيلتي أنه أقصى حاجة ممكن تحصل من خروج عن الأداب والمألوف والصورة الرياضية التي يجب كنا نصدرها للدنيا كلها أنه لما كهرباء يطلع على المنصة يسلم لهو يعمل حاجة مش لطيفة ولا مسؤول نادي الزمالك اللي موجود يعمل حاجة مش لطيفة وقلت بالحرف الواحد الكاميرا ستركز على هذه اللغة ده كان كل مخيلتي عندما ذهبت يعني إلى أبعد ما يكون ممكن يحصل لكن ما حدث طبعاً هو أمر لم نكن نتخيله أو نتوقعه والحقيقة هو انفلات أخلاقي بكل ما تحمل الكلمة من معنى والمشهد ده لابد من دراسته إيه اللي خلى اللعيبة تصل إلى هذا الحد من الانفلات وبعدين عشان أتكلم كلام موضوعي وأخش جوه الحكاية قوي إذا واحد بدأ بالضرب اللقصاده هيرد الضرب ولا يسيبه يضربه فهنا لابد أن نبحث عن الفعل قبل أن نتحدث عن رد الفعل أنا بتكلم كلام موضوعي جداً حضرتك اللي بتتفرج عليّ لو جي واحد دخل عليك وضربك بأي شكل من الأشكال برجله بييده أي حاجة هل تحت مظلة الشياكة هتسيبه يكمل ضرب ولا ستبادله الضرب أو على الأقل توقف هجومه عليك مؤكد الإجابة التانية مؤكد يعني إذا لابد أن نبحث عن الشرارة زي ما الجماعة الأجانب عندهم مثلا يقولك إيه الموتور الكبير قوي بتعربيتك ده شرارة قد كده هي اللي بتدوره كله هذا هو الأمر في الملعب شرارة قد كده هي اللي ولعت ده كله ومن ثم لابد عشان نتكلم موضوعي لا نتكلم أهلي ولا نتكلم زمالك ولا نميل على ده ولا نميل على ده لكن نتكلم بدون انتماء ولا هوية انتماءنا وهويتنا الوحيدة هو بلدنا ومظهر بلدنا مع الأسف اللي انتوا صدرتوه رياضيا في أسوأ صوره كنا نتمنى كارنفال يبدأ وينتهي بشياكة ورقي وجمال نرجع عشان منتهش للشرار مين اللي أشعل هذه الشرار ده اللي لازم يتوقف عنده تماما تماما هذا أمر وأتكلم دلوقتي والأمر التاني الأفعال الفاضح الفاضح اللي حصلت في الملعب أفعال قانونا تجرم وفقا لقانون العقوبات هناك في قانون العقوبات وأنا راجل بتاع قانون ما يسمى بالفعل الفاضح العلني فالفاضح العلني ده يجرم قانونا قبل الرياضة وقبل الكلام الفاضي ده كل يجرم يجرم قانونا هذا أمر لا يليق على الإطلاق لا يليق على الإطلاق فهناك أمور حدثت وتجاوزات رهيبة أول حاجة لازم أبحث عن الشرارة الأولى مين أول واحد استخدم إيده وضرب ده لازم أول واحد ده والفيديوهات كلها تيجي وأنا على فكرة مش مع الجدال اللي حصل وحتى في تضمينه لبيان النادي الأهلي طبعا مع كل الإحترام أكيد يعني إن مسألة إنه الأستاذ يعقوب السعدي صديق العزيز المحترم قال إن إحنا مدناش سيديه والتانين قالوا إحنا جبنا سيديه مش دي القضية هي سيديه دي مشكلة طب ما هل ماتش تزعى الهواء يعني ما هل ماتش تزعى الهواء وتسجل والشريط موجود في أروقة القنوات كلها يعني يعني دي مش قضية عشان بس نبقى يعني ما نروحش أو نشتت حواراتنا يمين وإشمال هي القضية إنه ناخد سيديه المباراة إيه سيديه المباراة؟ طب ما أنا بسجله ده التلفزيون بسجل لوحده سيديه المباراة يعني عشان برضو في حاجات إحنا بنعمل منها قبة وهي حبة ماش قبة إطلاق سيديه المباراة موجود في أروقة القنوات دون أن ترسله قناة أبوظابي من أساسه يعني طبعا بعتولنا قرس مدمج تحده الكرة عشان نعرضه على الشاشة إن ده اللي أخده الأخ حسام الزناتي من هناك من قناة أبوظابي برضو مش دي الأهوة ده قدامنا ومكتوب عليه عشرين عشرين ومباراة السوبر وقناة أبوظابي برضو مش قضية هو حتى لو أنا ما أخدتوش من قناة أبوظابي ما هو موجود ما هو متسجل عندي ما الماتش كله عندي لا ده أنت لازم تفكر في حاجة تانية أهم من ده تماما اللي هو القرس المدمج بتاع عربية الفار هو ده الموضوع عربية الفار بتشتعل بـ 12 كاميرا بتسجل كل اللقطات ده ما بيتزعش على الهواء الفار ما بيخشش بلقطته إلا إذا الحاكم وقف الماتش وطلب لقطة الفار الكلام ده ممكن ما تسمعوش من حد تاني نقف تكنيك عالي شوية على الناس التانية الـ 12 كاميرا بتقول فار دول مع كل احترام طبعا للجميع الـ 12 كاميرا بتقول فار دول بيسجلوا لقطات منفاردة على جنب كده الوحدية برا العربية دول بيسجلوا كل حاجة بـ 12 كاميرا وبالتالي دول هيبقوا الزبت كله الزبت كله من عربية الفار طب عربية الفار دي اديتنا قرص مدمج بما سجلته الاجابة طبعا سازجة جدا اه طبعا لان دي الشركة الـ الاتحاد الكرة متعقد معاه شركة برو متعقدين معاه دي بتاعتنا الشركة دي بتاعتنا فالحاجة اللي عندها بتاعتنا ودي اهم مئة مرة من شريط المباراة لانه الفيلم كله وفضل قال والاستاذ ياعقوب صديق العزيزي قال ولا حاجة خالص معانا الاستاذ ياعقوب اه اه في برنامجه يعني على الهواء تمام فمش دي القضية خالص عشان احنا حينما بنفرع نفسنا بنروح في حتة لا قيمة لها في الحوار واحد يقول لك الشريط البتاعه وفضل يطلع يقول لا ده بقى والتاني يقول لا ما هو موجود يا ابني عندنا في القنوات ما متسجلة المباراة ما الشريط ده بتاع ايه بتاع الماتش اللي زعل هوا لكن اهم منه مليونين مرة هو عربية الفار لان لديها 12 كاميرا مسجلة كل الدينية كلها ودي شركة برو اللي متعاقد معها متعاقد معها اتحاد الكور اتحاد الكورة متعاقد معه هذه الشركة وبالتالي ما تمتلكوه هذه الشركة وعربيتها هو ملك اتحاد الكورة مبدئيا يعني عشان برضو كنت حابب الناس تبقى فاهمة ده وما نشتغلش في الحتة دي كتير طيب